في اليوم السابع عشر للحرب الدامية التي يشهدها قطاع غزة واصلت إسرائيل غاراتها الكثيفة على مختلف مناطق القطاع تجوزت حصيرة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل الخمسة ألاف منذ بدء الحرب في المقابل دخلت ثالث قافلة مساعدات مؤلفة من عشرين شاحنة معبر رفح إلى القطاع في هذا الوقت لا تزال الخلافة تعصف بأعضاء الاتحاد الأوروبي حول الوقف الإنساني لإطلاق النار في غزة بغية إدخال المساعدات الإغاثية ويبدو أن قمة وزراء خارجية دول الاتحاد المنعقدة في بروكسال لن تخرج ببيان موحد وأظهرت مسودة لنتائج القمة أن الأعضاء سيدعون هذا الأسبوع إلى هدنة إنسانية حتى يتسنى إدخال المساعدات بأمان وفي بيان نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد الأوروبي لمسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد جوزاف بوريل شدد على أنه ينبغي العمل على منع امتداد الحرب إلى لبنان والبلدان المجاورة هذا وأطل الحرس الثوري بتهديد جديد ملوحا بإمكان إطلاق الصواريخ مباشرة نحو حيفا وقال نائب قائد الحرس الثوري لواء علي فدوي إذا اشتاحت إسرائيل غزة فإن محور المقاومة سيرد التصعيد العسكري في غزة كان مدار بحث في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره السوري فيصل المقداد وشدد الجانبان على ضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر ووقف تصاعد الصراع الدائر في المنطقة وأهمية إيجاد حل عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وتخفيف تدعيات هذه الأزمة بما يسهم في حماية المدنيين ترجمة نانسي قنقر